بات أطفال الصف الخامس بمدرسة فلسطينية يشاهدون مشهد مؤلما يتقرر يوميا داخل فصلهم المدمر وساحة مدرستهم المناكة وتعكس عيونهم البراء المفقودة والقلوب المثقلة بأعباء الحرب وينضم إلى حديثهم معلمهم ملقيا الضوء على التحديات التي تواجه المدارس في توفير بيئة تعليمية مناسبة كنا ندرس فينا دول المدارس وكنا نلعب في الساحة ونزلونا اللعب بالكوار وكنا نطلع فورسا نطلع على الصوف اللفلف يجعلنا المدير اللفلف على الصوف يوزع علينا الكتب أنا من الأوائل كل 98 أجيب 100 كوصفنا شوف كيف تدمر يا الله كيف الحرك شوف تدمر كيف شوف غرفة المدير كان يجيب لنا هالكتب وهالحلوات كان يوزع علينا كل حاجة وكان يوزع علينا ألعاب هناك تدمير على مستوى المقاعد الدراسية تدمير على مستوى المرافق الدراسية كذلك تدمير على مستوى الحياة التعليمية هناك تدمير الجامعات وهناك تقريبا دمرت جامعات قطاع غزة ومدارس قطاع غزة تقريبا وكذلك رياض الأطفال هناك تدمير شامل كل لقطاع غزة والقطاع التعليمي في قطاع غزة